الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أحبة الكرام مع حلقة جديدة تحت عنوان الأخوة في الله قال الله عز وجل بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أحبة الكرام اختياري لهذا الموضوع موضوع الأخوة في الله وما نراه اليوم من إغلاق الأبواب كل واحد منا يصم رمضان ولا يبالي بأخيه ذاك الذي يشتغل في قطاع غير مهيكل فالواجب علينا أحبة الكرام أن نتضامن وأن نحي من قيمة الأخوة في الله مع أهلنا مع جيراننا ومع المقربين ومع المسلمين عاما وللأخوة في الله أحبة الكرام حقوق أولها إفشاء السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وإذا لقيته فسلم عليه ثاني هذه الحقوق زيارته في مرضه قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعده ولذلك أحباب دينا منك مرض شي واحد في ناخ تنظره ماشي نافلة من القول لا بل هذا واجب الأخوة أن ننظر بعضيتنا فارت هذه الحقوق اتباع جنازته قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا مات فاتبعه نعم هناك تكون بعض الأحيان مثل الخدام أو تكون خارج المدينة أو بعيد أو كذا نحن نتكلم على من يعني يكون جاره في إدار الموتى أو أحد أقاربه أو أصدقائه ولا يحضر جنازته لا الحباب دينا نعم التكنولوجيا قربت المسافة أتفق معكم ولكن هذا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فلنحافظ عليها وهذا يدخل في إطار الحقوق الواجبة علينا فيما بيننا رابع هذه الحقوق إجابة دعوته تقول إجابة دعوته واجب علينا أن الإنسان يدعي مع أخو المسلم في غياته ولك إجابة دعوته أي لا أعرض عليك ومشي تفضل هذا حتى أعرض عليك السكن في فيلا وتخليتك للسكن في واحد لبيت أو في برطماء على قد الحال لا الحباب دينا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيبوا دعوته من دعاه وكان يقدموا الأول في الأول اللي أعرض عليك اللي أعرض عليك اللي أبتشي عنده علاش حتى يكون هناك تفاضل التفاضل بالتقوى وليس بالماديات في الدين دينا الحباب دينا خامس هذه الحقوق أحبتي الكرام تشميته إذا عطس أي إذا عطس العبد يقول الحمد لله وكي يقول الأخ ذي ياله رحمك الله فكير رد عليه يهديك الله ويصلح وبارك هذا الشيء يجب أن نحفظه أنا من الآسف كتقول يسأ رحمك الله ما أعلم يجب أن تقول لك رحمه ورحمك الله لا لا ما كنش هذا شيء لا إنسان هذا الأمور أمور بسيط يجب أن نتعلمون على الموليداتنا هاته لي يكبرعني والدينا هذا الشيء يكبرعني والدينا تبغتاك وتقول بسم الله من يتسالي تقول الحمد لله تربي لي دلمنيها هذا الأمور في الدين وكي حتى نحن كم غير ما تعلمنا مع والدينا مع جدودنا يجب أن نفرطوا في التوراة الديني التوراة دي المحبة دي السلم دي السلام دي الأخوة فيما بين الحباب دينا نرى ترجعوا شوية التاريخ دينا ونقرروا كيفاش كانوا والدينا مخدابش أمطار دينو أو كيخداب واحد لقيت على الموكيل وانتا تقولي أنا صين ومنك تبلك الدم طافة تقول الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حولي مني ولا قوة لا لحباب دينا لا بد من نرفع لمستوى التضامن وهذا الموضوع دي الأخوة كي تخل في هذا السياق سياق رفع لمستوى التضامن سادس هذه الحقوق ونصرته يعني من تقول نصرته وكتسنده من تكون مضلوم كثير من الناس كيشددك الحديث النبوي دي الأنصر أخاك ظالما أو مضلوما وكيف همك ما بغى لا الصحابة سوري سيدنا محمد قال يا رسول الله ننصره مضلوما عفوا ننصره مضلوما نعم فكيف ننصره ظالما ظالم النصره قال تنهو عن الظلم كتنه عن الظلم أدول نصرك لأخيك أخي الفاضل ولموضوع الأخوة في الله تعالى فوائد جمه أول هذه الفوائد المحصرة إن شاء الله عداء يتذوق حلاوة الإيمان لماذا؟ لأنك يبغي تكسيد لله تعالى ثاني هذه الفوائد يحيطه الله برحمته ويقيه شدائد يوم القيامة ثالث هذه الفوائد يعيش في أمن وسلام ويعد من صفوف السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله منهم شكونا هم رجلان تحابة في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وإن شاء الله هذا موضوع السبع الذين يظلهم الله وفي ظله بإذن الله تعالى سنخصصه الحلقة لأنه حديث النبوي عظيم ونعيشه في حياتنا أحبة الكرام كذلك أحبة الكرام من ثمار الأخوة في الله أنها تعين على طاعة الله تعالى الإنسان بوحده تكون ضعيف كما قال سيدنا محمد عليكم بالجماعة منك تكون معاكم الرفقة الصالحة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية ذلك الغنم منك تكون غادة مجموعة كي قدش تقرب للديم وكي منك تعزل مننا وحده أش كيدير كيتمكن مننا وكيفرزها الحباب دينا كذلك آخر هذه الفوائد والفضائل تكافر الجماعي الإنساني يحقق بالأخوة في الله قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا أحبتي الكرام ما أحفجنا إلى العودة إلى النابيع الصافية إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يعين أخاه يسأل عنه حتى أنه كان غير شوى عدي لما صلاش معاهم في المسجد صلاة واحدة كيف شو يدقوا علي ربما تقولوا ربما رأى مريض أو عنده أو عنده مصيبة أحبتي الكرام أسألوا علي القدير أن يجعلني وإياكم من المتآخين في الله تعالى من المتحابين في الله تعالى اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خارصا ولا تجعل لأحد من عبادك فيه نصيبة اللهم ربنا اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا ابنة وإليك المصير وصل اللهم والسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات الممنين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة